في شان المغاية رحصة مؤسسة توزيع الكهرباء للشرق والغاز أكثر من 450 تدخلاً لانقطاع الكهرباء خلال موجة الأمطار والتلوج المصحوبة بالرياح التي عاشتها مناطق ولاية بجاية خلال الأسبوع المنقضي حيث تم إصلاح كل هذه العطاء برغم صعوبة الظروف على غرار سقوط الكوابل الكهربائية في مناطق محاصرة بالتلوج المزيد في ميكروفون ربح سايش سجدنا أكثر من 450 تدخل لفرق الكهرباء على مستوى 52 بلدية أبجاية فيها انقطاعات على مستوى الأمكان الجبالية كما البصلنا فيها هنا وإن تدخلات كانت بطيئة اخترق الطرق كانت مغلقة سجدنا 180 تدخل الغاز على مستوى التوصيلات الداخلية هذه التربط جوية صح قاس شبكة الكهربائية بصفة كبيرة لكن تدخلتها كانت في مستوى نقدر نقول بالأخر مواطن اللي بقى يعني بلا كهرباء بقى مدة 36 ساعة وهذا نظرًا بدن تدخلتاني مقدش نديروها بما أن التوصيل كانت مغلقة في وجه العمال تعنا والأليات تعنا ترجمة نانسي قنقر